موسيقى مسهم حياكم الله مشاهدين الكرام ومرحبا تريليون في هذه الحلقة المميزة والأكثر من رائعة من برنامج مجلس طارق المحياس الحلقة اللي راح أتكلم فيها عن الشيخ علي بن سليمان الشهري الجزء كم وصلنا ما شاء الله تبارك الله الجزء الخامس رحلة بيروت مسهم حيهم على فكرة كنت أقدر أسوي الموضوع كله في حلقة واحدة مدتها ساعة وانتهى الموضوع لكن الحلاوة في المواضيع والمفاجآت والانتقالات والأحداث والدروس الكثيرة خلتني أسوي أجزاء عشان ما تملون ومحد فيكم ملو إحنا مستمتعين بإذن الله تعالى وتونى ما قلنا بسم الله الحين الأحداث ياها إن شاء الله تعالى أجمل وأجمل صار لي ثلاث أربع أيام تعرفون شو اللي يماسك معايا والله العظيم ماسكة قصيدة معايا مسكة مش طبيعية جاءت معذبتي في غيها بالغسقي الله كأنها الكوكب الدري في الأفقي فقلت ونورتني يا خير زائرة أخويا أنت بتقول حلقة الشيخ علي بن سليمان الشهري ولا بتفلسف علينا شو اللي في بالك من ثلاث أيام إزاي نفات فضلكم أسول فلكم أشفيكم بسم الله الرحمن الرحيم يلا نبدأ الحلقة على بركة الله تعالى وين وقفنا في الحلقة اللي طافت؟ قولوا لي ذكروني وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند ركوب الطيارة والسفر إلى لبنان شوفوا التجربة كيف التطور مش مهنيا ولا صناعيا ولا في الحياة إنما حتى البرستيج الاتيكيت الخبرة كل الأمور من تنومة إلى الرياض والآن إلى بيروت الشاب علي مثل ما قلت لكم مش بس قاعد يطور مهنيا وياخذ خبرة حتى برستيجة وثقافتها وشخصيتها قاعدة تتطور في هذه المراحل من تنومة إلى الرياض إلى بيروت المهم وصل بيروت يطويلين العمر والسلامة شاف بلاد غير ناس غير حضارة غير ثقافة غير لهجة غير طريقة غير بالتعامل كل شي بالنسبة لك كان غير وكأنه نولد من جديد بدل ما كان يصح من النوم قبل وياكل كبدة ولا مقلقل لحم صار يأكل لبني من بعد المتشابيس والحواشي صار يأكل عرائس وتبولي تغير الوضع بالكامل بالنسبة للشاب علي وهتوه في أول شبابه راح وصل بيروت المهم يطويلين العمر والسلامة كم المدة اللي قاعدها الشيخ علي بن سليمان الشاب علي بن سليمان الشهري في بيروت قاعد سنتين اتعلم الكثير وأخذ خبرات كبيرة وشاف الشركات والمصانع والأمور هذي كلها على أرض الواقع اتعلم كيف يكون الانضباط كيف تكون إدارة الأعمال وتعلم الكثير والكثير من الأمور لما كان باقي له طبعا استانس في بيروت ويروح ويرجع وما يرقد ولا يقعد مكان واحد يبا يتعلم يبا يتثقف يبا يطور نفسه مشت الأمور ما قصروا الأمن العام في الرياض أرسله له هناك يتعلم ويداوم من ضبط يصحى بدري يرقد بدري كذلك والأمور طيبة وآخر حلاوة عدت السنة الأولى على خير بتجاربها بحلوها بكل الأشياء الجميلة اللي صادفها الشاب علي بن سليمان الشهري في بيروت لما كان باقي له سنة أنه يرجع للرياض خلص سنة في بيروت وباقي سنة ويرجع للرياض حط له خطة شو الخطة هذه؟ قال لازم خلال السنة هذه وقبل ما أني أرجع للرياض أمر على كل المصانع والشركات الكبرى في بيروت أبا أشوفها بعيني وأتعلم منها وأستفيد لا وفوق هذا بالمرة أتعرف على أصحابها وهذا درس نتعلمها من الشيخ علي كيف درس؟ كان يقدر يأخذها فلو وناسا وتغيير جو ترى يداوم الصبح ويشوف ويأخذ الدورات وباقي الوقت يقدر ينبسط لكن قال لا قبل ما أرجع الرياض وباقي له سنة قال ما بخلي لا مصنع لا شركة ولا شيء إلا أمر وأشوفه وفعلا هذا اللي صار يوميا كان يروح على وين؟ شوفوا ها مصانع النجارة ويوم يروح مصانع الألمنيوم ويوم يروح مصانع الموبيلية ويوم يروح للمطابع حبه وعشقه عدهال اللي يباه ويوم يروح لمصانع طباعة الكتب يوم يروح مطابع الجرائد والمجلات يوم يروح لمصانع الصوف والنسيج يوم يروح مصانع المواد الكيموية والأدوية شوفوا ها حتى الأدوية والمصانع الكيموائية كان يروح ما خلى مصنع ولا شركة كبيرة في بيروت إلا وزارهم حتى الزراعة وتخزين الزراعة حتى مصانع الأغذية حتى الجلود والأحذية حتى مينة بيروت حفظها عن ظهر قلب ظهر قلب خيبة كيف طلعت ظهر قلب حفظها عن ظهر قلب من كثر ما كان يبا يتعلم من كثر ما كان يبا يستكشف قبل ما يرجع للرياض بسبوع واحد فقط يأتي فكرة وهو أبو الأفكار منطلق يبا يكبر يبا يصير مبدع يبا يكون نفسه شو الفكرة اللي جتا قال أنا الحين في بيروت وخذت الدورات والحمد لله كملت سنتين باقي لي أسبوع واحد وأرجع للرياض ليش ما أشتري مطابع من هنا من بيروت وأفتح لي مصنع خاص فيني في الرياض مخ يا حبيبي مخ يعرف الأسعار يعرف الدنيا يعرف كل صغيرة وكبيرة خبرة في المطابع خبرة في تجديد الكتب لكن ما عنده مصنع عنده أدواتها تذكرون في واحدة من الحلقات لما قلت عنده الأدوات البسيطة اللي حطها في الشنطة على ظهرها وبالسيكل رايح راد الآن قال ليش ما أخطوا خطوة كبيرة جدا وأشتري لي مطابع بس وين كانت المشكلة؟ هاي المشكلة الأزلية لكل حد ماش اي فلوس من وين ييب فلوس عشان يشتري المطابع يا طويلين العمر والسلامة حتى لو قدر يدبر الفلوس من وين بيقدر يدبر مبلغ الشحن بيشحن من لبنان للرياضة السعودية وهذا مش بلاش طيب قبل ما يسافر لبنان في البداية قبل ما يسافر قبل ما يروح السنتين هذي لبنان كان بادي يبني بيت صغير له على قد حاله في الرياض قال ليش ما ابيع البيت وبفلوس البيت اشتري لي مطابع شوفوا المجازفة الكبيرة شوفوا المغامرة البيت هذا يبا يكشخ فيه يكون برستيج يسكن فيه يتزوج وحط زوجته وعياله فيه في الرياض قرر انه يغامر ويبيع البيت هذا هو لحيم في لبنان لحيم مرد الرياض قال ببيع البيت بتوكل على الله باخذ الفلوس وباشتري المطابع مرة ثانية رجع الرياض يطويلين العمر والسلامة وباع هذا البيت الصغير اللي كان طموحه انه يسكن فيه ويكون اسره فيه هذا البيت باعه على اول بايع مرة على طول من الحماس ما في صبر من هو اول واحد يشتري افلان يبقى كم عشرين الف تم بعت هات العشرين الف عطوه العشرين الف كاش من كثر الحماس على اول رحلة ورجع بيروت مرة ثانية وصل الرياض على طول صد رد رجع بيروت مرة ثانية وعنده عشرين الف سعر باعة البيت تنزيل رجع بيروت المطابع غالية دور 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 جدا غالية اكثر من عشرين الف اضطر شوفوا ما يأس اضطر انه يشتري مطابع مستعملة وهو يعرف ويفهم في هالسوال في كون انه عنده خبرة فحصها وشافها لا امورها ماشية مستعملة بكم بهالكثر قام خذها وشحنها للرياض من كثر الحماس اللي فيه ومن كثر ما هو يبقى يشتغل متحمس وهو ما زال في بيروت قبل ما يرجع الرياض قام يطبع شو اعلانات حق المطبعة بالالاف قام يسوي تعرفون الورقة الـ A4 هذه عليها اعلان مكتوب مطابع كذا وكذا وكذا وهو في لبنان من الحماس طبعها ومن وصل الرياض رجع الرياض وشحن المطابع من وصل نفس اليوم ما ريح ما عي من الله خير ما سوى شي على طول من وزارة لوزارة من دائرة حكومية لأخرى من شركة لشركة من بيت ما خلى شارع إلا ولصق عليها الاستكارات وهالأوراق اللي مكتوب عليها شو شو مكتوب عليها مطابع الشهري يا كبرها عند الله مطابع الشهري انت الحين شهري مطابع صغيرة مستعملة تقول مطابع الشهري لكن هذا أيضا درس ثاني عشان يوحي للناس للفخامة عشان يحصل شغل عشان يحصل اقبال اختار مسمى مطابع الشهري هي كلها مطابعة صغيرة على كل حال لكن من الحماس اللي عنده ومن العقلية الكبيرة والتفكير التجاري والعقلية التسويقية كتب مطابع الشهري عشان يوحي لهم بالفخامة مثل ما قلت ثاني يوم مباشرة وينك يا ابن سليمان في شارع البطحة شو تسوي في شارع البطحة يدور محلات رخيصة للإيجار يبا يأجر يبا يفتح مطابعه حصل لدكانين صغار مفتوحين على بعض صغار مو بكبار أجرهم على بركة الله وحط فيهم مطابعة وقال بسم الله وكان مستانس وفرحان وطاير من الفرحة وعلى طاري أنه طاير من الفرحة حطولي حطولي علي بن سليمان الشهري وهو يلعب الحين وأنا أتكلم حطوه يا سلام يا سلام يا سلام شدي كان مستانس هذاك اليوم طبعا هذه اللقطة من أحد المناسبات اللي كرموا فيها الشيخ علي بن سليمان الشهري لكن فرحته ما كانت تتقل عن فرحة هاك اليوم كون أول مرة على الإطلاق يأجر لدكانين ويحط فيهم مطابعة خاصة ويقول بسم الله وعلى بركة الله أنا ببدأ وبنطلق الحين في البزنس وفي المشروع مالي بعدها أم المفاجآت صار لموقف بالصدفة مع وكيل ديتسن نيسان مع الوكيل شخصيا موقف بالصدفة صار له عقب ما وكيل نيسان شاف الشاب هذا على السيكل يوزع منشوراته ويوزع إعلاناته وكاتب فيها مطابع الشهري نادى وكلمه وصار الموقف وتغيرت حياته رأسا على عقب شو الموقف اللي صار وأقول لكم إياه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عشان ما نطول عليكم في هذه الحلقة ديتسنة على فكرة الوانيت تعرفون ليش يسمونه وانيت؟ حد عنده فكرة قبل مكتوب عليه من الخلف وان بوينت ايت ما أدري حجم المكينة أو حجم المحرك أو شيء من هالقبيل وان بوينت ايت فكانوا يقولون وان ايت 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 ومشي مع الوقت لما صار وان ايت عموما راح أقرأ لكم الآن بعض التغريدات قبل ما أحط لكم قصيدة رائعة لسعادة العقيد المتقاعد محمد بن فراج بن سامرة في الشيخ علي بن سليمان الشهري خلق لكم بعض التغريدات يطويلين العمر والسلامة والله اني فنان ما شاء الله عليه المهم التغريدة هذه ابو ابراهيم الشهري تحية حب وتقدير لك يقول الشيخ علي بن سليمان أفضاله بعد الله متعدده في بلده السعودية وأعماله واضحة في ديره النماص وتنومه كثر الله مثاله وبارك الله فيكم أخي الفاضل على ما قدمتموه تسلم يا حبيبي يا الشهري سعيد الشهري هي سعيد سيد سيد ولا سعيد لا سعيد يقول بيض الله وجهك والشيخ علي لم يكن فخر لبني شهر أو رجال الحجر أو للجنوب بل فخر لكل الشعب الذي أنجب مثل هذا الرجل الكريم المعطاء الذي ضرب أروع الأمثلة في كل اتجاه وكرر شكري لك رجل قلت كلمة حق حبيبي أتشرف والساعة المباركة منوع الناغلة منكم علي الشهري يقول ما عليك زود وانتو صراحة أهل الإمارات لكم مع الزغير عن باقي الدول وودي لو تشرفنا في تنومة ديرت علي بن سليمان قريب قريب يا تاج راسي قريب وبنقعد معاك وبنسولف معاك وبنضحك معاك وبناخذ علومك لا وبنستضيفك أنت وربعك وبنيعمك وبنيعز عليك في هذا البرنامج بإذن الواحد الأحد أبو راما الشهري يقول ونعم بالشيخ علي بن سليمان الشهري ابن تنومة والشعفين البار ونعم 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 به مليون بو خالد عز الله أنه يستاهل الشيخ علي قال خالد يقول ونعم كفو يسلم راسك وروحك الطيبة ولك أغلى تحية وتقدير أخ غالي وكل الإماراتيين تيجان على الروس الكرام تستاهل التكريم والإحترام وتريليون مبروك ما كرمه ولا رجال يملى صف الكرام مساء الخير مساء النور مساء الخير مساء النور أنت أقول مساء الخير وأنا أقول لك مساء النور والسرور عليك وعلى من تحب وكل من يغليك وكيدة للي يكرهونك في حد يكرهني ما أظن شحلاتني يزينني ما شاء الله تبارك الله اللهم أطرح فيني البركة معقولة في حد ما يحبني لا لا ما أظن تسلم يا آل خالد الله يحفظك يحيى يقول قبيلة معروفة ومشهورة وأكبر قبيلة في الجنوب معروفين الرجال بني شهر بأخوتهم أخوتهم تنشرة وشجاعتهم وتميزهم وحب كبير من القبائل الأخرى لهم لطيبهم وسماحتهم سبحان من جعل محبة الشهري تدخل في القلب بدون استئذان والشيخ علي بن سليمان مواقفة معروفة وتنوم سهبين القبائل وتنوم سهبين القبائل شكرا على طرحك المبدع أخي طارق وموفق خير حبيبي يا أحياء الله يسعد الدنيا وآخرة يا رب العالمين مختارات الخشرمي يقول ما عليك زود يا أمير السعودي إماراتي والإماراتي سعودي أخوك الخشرمي الشهري ونعم تريليون يا تاج راسي الله يحفظ الدنيا وآخرة ومحمد الشهري يقول بيض الله وجهك استاذ طارق والشيخ علي بن سليمان صاحب الأياد البيضاء مهما قيل عنه فلن يوفي حقه متعه الله بالصحة والعافية وأطال في عمره على طاعته آمين يا رب العالمين ويسعدك كذلك أخي محمد الشهري بندر الشهري بني شهر كلهم عندي اليوم كل بني شهر موجودين تاج راسي مرحب الساعة مرحبة تريليون بذمتي الله يجعلني أفداك يا طارق الخلوق المحترم هنيك يا رجل الله يسعدك ويرزقك من حيث لا تعلم هي والله أهم شيء الرزق الله يخليك ركز لي يا بندر على خير أن الله يرزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين ويرزق كل المسلمين يا واحد يا أحد تركي الشهري يقول يزينكم يهل الإمارات مطاليق وهلطيبة ووفا ونعم فيكم مليار وبعد ما توفي قدركم ونعم فيك يا طارق المحياس بعد ما عليك زود يا تاج راسي يا تركي يا الله يحفظك يا رب العالمين حصة تقول والله أننا نحبك ونعزك ونغليك كثر محبتنا كثر ما تحبنا والله أننا نحبك وأكثر من كلمة نحبك الله يسعدك يا رب العالمين كلتش ذوق يا حصة سعيد الحازري الغامدي يقول الشيخ علي بن سليمان ونعم الرجل وأنا من أسنين طويلة أرغب اللقاء بهذا الرجل الله يكتب لك والله يكتب لي للعلم أنا في حياتي ما قابلته ولا شفته وأبركها من ساعة يا رب العالمين سامح سيد يقول منور يا نجم النجوم نورك يا حبيبي الله يسعدك دنيا وآخرة سعد يقول شكرا بارك الله فيك أستاذ طارق المحياس ما قصرت في هذه الحلقة والحلقة الماضية وما رويت عن الأخ العزيز الشيخ علي بن سليمان ابن تنومة البار كمان نسميه نحن أهالي تنومة لما بذل ويبذله لتنومة من مشاريع ومساهمات خيرية واجتماعية وبر بفقيرها وفاء بأهلها وفقه الله شوقتنا للحلقات الآتية ننتظرك بارك الله فيك أخوك سعيد سعد المطيور ونعم مليون يا سعد تاجراس يا حب خشمك وبشرك الحلقات الجاية أحلى وأحلى وأروع وتونا ما قلنا بسم الله يطويل العمر والسلامة قصيدة رائعة وأكثر من رائعة من شخص رائع وأكثر من رائع هو سعادة العقيد المتقاعد محمد بن فراج بن سامرة راح أحطلكم إياه بالفيديو وهو يعد القصيدة لكن من روعة قصيدته أبس أذن أني أعدها في حلقتي يقول محمد بن فراج بن سامرة في الشيخ علي بن سليمان الشهري يقول لك التحية يا علي بن سليمان من شاعر ابني شهر يهدي سلامه لك التحية يا علي بن سليمان من شاعر ابني شهر يهدي سلامه ذكرك معي للراس تاجن ونيشان بالصدر من بين وعلى مقامة بينت بفعالك على كل ميدان والكل يدعي لك بطول السلامة ساعة ربعك والقبايل وجيران والناس تذكركم بعز وكرامة ساعة ربعك والقبايل وجيران والناس تذكركم بعز وكرامة رفاعت حد السيف عن روس وابدان رفاعت حد السيف عن روس وابدان بالمال والمجهود وايضا شهامة واحسنت بالتصريف والعرف بيسان عند الرشيد اللي يشرف قيامه على المجد لك ذكره وسيره وعنوان ما بين ربعك في السراه أو تهامه والناس تشهد لك بطيبن وعرفان قالوا علي وفى وتمم كلامه علي تنومه باهتمامك لها شان علي تنومه باهتمامك لها شان وول صروح العلم فيها مقامة كلية تنشع على الدرب وتقان لا شك فيها النور كمل تمامه هذا المواطن طيب النفس والشان يطري علي بن سليمان هذا المواطن طيب النفس والشان خلى البخيل اللي بحلقه زمامه لا شك ابو خالد كريم والهان للعز والناموس حقق مرامة أنا أشهد إنه طيب الفال إنسان أنا أشهد إنه طيب الفال وإنسان وعساه للعليا يكمل نظامه وآخر دعانا نطلب الرب بإحسان يحفظ لنا من زاد فينا احترامه الله وآخر دعانا نطلب الرب بإحسان يحفظ لنا من زاد فينا احترامه أنكم كلكم كلكم مرة اللي قاعدين تتابعوني الحب والتقدير والإحترام محبة خشم والله يسعدكم دنيا وآخره راح أترككم الآن مع القصيدة بالفيديو يلقيها الشاعر الرائع ساعة العقيد المتقاعد محمد بن فراج بن سامرة وأشوفكم في الحلقة القادمة شو صار مع الشيخ علي بن سليمان الشهري قصيدتين في قصيدة مختصرة هي تحيتي لابن تنوم البار الشيخ علي بن سليمان العولى أصالة عن نفسي والثانية نيابة عن أهلنا الكرار لك التحية يا علي بن سليمان من شاعر ابني شهر يهدي سلامه ذكرك معي للراس تاج نوني شار والصقب من بين وعلى مقامه بيّنت بفعالك على كل ميدان والكل يدعي لك بطول السلامة ساعت ربعك والقبائل وجيران والناس تذكركم بعز وكرامه رفعت حد السيف عن روس وبدان بالمال والمجهود ويضى شهامة واحسنت في التصريف والعرف ميزان عند الرشيد اللي يشرف قيامه المجد لك ذكرى وسيرة وعنوان ما بين ربعك في السراهة وتهامة والناس تشهد لك بطيب وعرفان قالوا علي وفّى وتمّم كلامه هذه تنومة باهتمامك لها شام وهو الصروح العلم فيها مقامه كلية تنشى على الدرب وتقال لا شك فيها النور كمّل تمامه هذا المواطن طيب النفس والشام خلّ البخيل اللي بحلقه زمامه لا شك أبو خالد كريمًا والهاد بالعز والناموس حق قد مرامه أنا شهد إنه طيب الفال وإنسان وعسى أهل العلياء يكمّل نظامه واخر دعانا نطلب الرب بإحسان يحفظ لنا من زاد فينا احترامه والنوادي يترسّل للثقافة وتفتح بابها يا سلامان لمن يحمي مقامه وربع بالجميلة فارس بن عيش شهر لاحار وقتها الراجة والمقدرية والقبائل تقل مشكور لللي حل شابا يا علي بن سليمان الوطن الوطن عندك دليل كم رقاب لرأس السيف حانت وكان لها قضية ثم كانت يمينك قبل حد الشبال أصحابه أنت ذح يا نشاط العلم في دينتك بكبر مثيلة جمعهم بحاجتها وحاجات علوم معرفية والنوادي يترسّل للثقافة وتفتح بابا والنوادي يترسّل للثقافة وتفتح بابا أبن براجي يشهد لك بعلم الرجال ما يميه والنعم يا علي وفيته والنمر ما يخفى عليه من تعلّى صروح المجد ما تتعب بحسابا من ترسى جميلك ما توفّك ولا علم جميلة والذي عاقل يشهد بطيبة النوايا والسجية كثر الله من أمثالك ودركت لم أدربا شاعر في شهره في كلبه لمن قدم دليل يذكرك يا علي في كل موقف وإبلك التحية من تروا ما نرد شكرا للي شلت عبا من تروا ما نرد شكرا للي شلت عبا السلام عليكم